السلام عليكم أصدقائي أنا سيزار ورحب فيكم في قناتي سيزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع الفيديو اليوم مخصص لا صناع المحتوى القادمين أو صناع المحتوى الحاليين اللي إسه بيحاول يصناع محتوى بيحاول يكون يعني مرتاح بصناعة المحتوى بدي حاول أوفر لكم أجهزة تساعدكم بحياتكم العملية لكن بداية نتذكر أهلنا في فلسطين ندعو لهم يا إخوان دائما دائما ندعو لهم يا رب يا رب بتحضروا هذا الفيديو لما يطلع ببلشت الفيديو يكون خبر أنه تم إيقاف الحرب يا رب مع أنه اليهود مصرين أنه الحرب تسمر رغم خسائرهم ورغم أنهم مهزومين ورغم كل إشي بيصير عليهم لكنهم مصرين بدهم مش يطلعوا مكسورين ما بدهم قدام العالم إنهم من غلبنا هدول غلبونا ما بدهم يطلعوا لو بدهم يحرقوا الأخضر واليابس فإحنا إن شاء الله ربنا معنا إن شاء الله رب العالمين يعني يحقق نصروا غصبا عنهم يا رب فدعائكم مهم يا إخوان الله يزيكم خير ودعاكم برضو الأهلنا في السودان ما ننساهم حتى لو مش عارفين شو اللي بصير بالضبط هناك ندعو لأهل السودان إنه الله يحميهم الله ينصرهم الله يرفع عن الظلم عنهم الله يزيكم خير يا إخوان صناعة المحتوى كل حدا مثلا بيسألني وبيجي بيجي عندي مثلا على البيت هنا مرات بيشوف الستوديو مثلا بيقول لي إيش هذا واو ما شاء الله تبارك طبعا الستوديو بسيط والله بسيط جدا بس طاولة وطاولة والكمبيوتر وشوية عدة يعني إشي بسيط بس يفكروا إن الموضوع خطير وعشان أنت تعمل محتوى بدك مصاري كثير الستوديو هذا اللي أنتوا شايفينه أو اللي بتشوفوه يعني أنا صلوا عندي سنوات ما سويته مرة واحدة شوي شوي كل سنة أشتري شغلة هيك ولكن ممكن بدون استوديو يعني تقدر تصنع محتوى بطريقة جميلة جدا وباستخدام أدوات معينة دحكة عنها اليوم أدوات بصراحة رهيبة رهيبة يعني هاي خلاصة التجربة عشان أسرع طريقة لصناعة المحتوى وأسهل طريقة لصناعة المحتوى إيش نسوي؟ بتكون تشترو هاي الأجهزة من وين دك تشتروها كل واحد من بلده يشوف المكان المناسب يروح يدور بالمولات إلا ما يلاقيها أول منتج وأهم منتج هذا هو هذا هو الـ DJI Osmo Pocket 3 Creator Edition أو نسخة صناعة المحتوى هاي التحف التقنية أنا بعتقد أنها واحدة من نسبة لي لو سألتوني شو أفضل تقنية جربتها بعام 2024؟ هاي هي نعم لأنه هذا الشيء متكامل هذا جهاز أعطاني كل إشي بديها أنا بالنسبة لي هذا حيكون مناسب لتخطية أي سفرة لكن للأسف بطلت السفر يعني أنا جبته عشان السفر بطلت الشركات يدعوني للسفر للأسف الحمد لله رب العالمين كله خير ولكن كان في عندي فرصة أني أبلش صناعة محتوى عن السيارات هذا حيكون مناسب جداً الفرصة لسه ما راحت ما انتهت إن شاء الله هترجع يا رب يا رب ترجع هذا حيكون مناسب جداً وعملي جداً جهاز يعني أعطيكو بعض مواصفاته أول إشاء من قبل مواصفاته فعلياً مش كله هيك فعلياً هو ثلاث قطع هذا الستاند بعدين هاي بطارية كبيرة هاي الجهاز بس يعني تقدر تستعفر بهذا الجهاز هاي ماذا قرأ عنده شاشة مرتبة كثير صغيرة هاي تحول لعدة أشكال فممكن تصور وممكن تصور يعني ممكن تصور فيديو بفرمات العادية وممكن تصور فيديو بفرمات الريلز بجهاز واحد فاهمين؟ ومش بس هيك أعطيكو بعض المواصفات الشاشة هاي لمس واثنين إنش وسطوحة 700 نتس فهي مناسب جداً وحتشوف حالك دائماً حتقدر تشوف حالك وتصور من غير مشاكل طبعاً ما عنده سعة داخلية جواته لازم تشتري مايكرو أس دي كارد لحتى إيش تستخدم فأنا مشتري واحدة 512 جيجا من سان ديسك أهم ميزة فيه الجيمبل شايفين الحركة هاي؟ العادسة الأساسية بتتحرك مع حركة إيدك فالفوتج اللي بتصوره وانت ماشي ثابت فلذلك بقول لك هذا يعني في ناس ثبتوه على سيارة ومشوا بالسيارة وصوروا فيديو في ناس ركضوا وصوروا فيديو هذا يعني مناسب لخيالك ما في حدود للخيال إيش ممكن تسوي بهذا الجيمبل عن جد طبعاً الحساس اللي هون واحد إنش حساس كبير جودة التصوير أنا ما بحكي لك نفس جودة تصوير الكاميرا الحالية بصور منها كلا ولكن الجودة عالية جداً عندك 4K عندك 3K عندك 2.7K حسب أي طريقة بتصور فيها عندك 60 فريم عندك 30 فريم عندك 4K 120 فريم عندك سلو موشن لحدد فل HD 240 فريم عندك هايبر لابس تايم لابس كثير يا أخوان في خيارات كثير يعني هذا لحاله بده فيديو كامل مش مكسل أعمل ولكن بحسيش حدا حيكون عنده اهتمام أصلاً نعمل فيديو عن هذا الموضوع جهاز يستحق طبعاً في العلبة بيجي معاه شغلات كتير من ضمنها هاي البطارية هاي شبكنا بطارية البطارية حتيقدر تشحنها USB Type-C تمام هذا صار زي باوربانك ومعاك طبعاً هذا الستاند صغير أو ممكن تستخدم أي ستاند يعني عندك أي ترايبود تستخدمه وتثبت عليه وتصور أو ممكن هذا الستاند أنا بالعادة بالسفر عملت هيك برضو خلي باسور جوب كيف ثبت هذا الستاند فتحته هيك وكنت أحطه على أي سطح ثابت وأحكي معاه وأصور حتقولي طب الصوت كيف حقولك بيجي معاه بالعلبة يا سلام هاي من أهم الميزات هذا المايكروفون هذا DJI Mic 2 آه بيجي معاه فقط بس تشغله بيشبك أوتوماتيكا على هذا الجهاز وبتصير بس بتثبته أنا عندنا هذا الماقنت قوي جداً هاي ماقنت بتحط ماقنت جوه بلوستك بيثبت وبتسجل صوت الصوت خارجياً الجودة تبعته ممتازة أنا بعتبره ممتازة أنا ما بعتبر عليه جوه الستوديو لأني عندي هذا المايكروفون آسفني بطقطك لأنه عندي هذا المايكروفون اللي هو جودة خرافية فما بحتاجه لكن مع السفر رهيب طبعاً بيقدر يعمل زوم 2X وبتقدر تصور فيه سيلفي أو تصور فيه يعني أي شيء ثاني فكل الخيارات مفتوحة البطارية الأساسية على الجهاز 1300 ميلي أمبير بتضيف عليه هاي البطارية الكبيرة وممكن يكون عندك باوربانك تشبكه وشحنه سريع وبشحنه بسرعة فأتوقع البطارية مش مشكلة لو اعتمد بس على البطارية هاي عادي يكفيك أربع ساعات وانت لو طالع مثلاً تصور event فبكفي بس خلي معك احتياطاً باوربانك بيدعم الواي فاي وبيدعم بلوتوث فيه كثير options داخلية يعني عشان تاخد أفضل تجربة هذا الجهاز أنصح به لأي صانع محتوى الجهاز الثاني هذا هو يا أصدقائي هذا مايكروفون شفت مين بيستخدمه شفت MKBHD بيستخدم هذا المايكروفون استغربت لا هو DJI ولا هو رود مش عارف شوه بعدين عرفت أنه هو اسمه الهولي لان لارك M2 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 مين بعدين نصحني فيه صديقي العزيز وحبيب بالقلب أبو جميل اللي هو من Unboxing Geek اشترى ولكنه بسافر كثير حكالي عملي جدا جدا طبعا إخوان عشان تكونوا بالصورة بس خلينا أطلع العلبة تبعته أنا أطلع العلبة تبعته لأنها يعني حيجي معاها 2 receivers واحد للآيفون القديم Lightning Port حنبطل نستخدمه خلاص لأنه انتوا عارفين إنه بطلنا فيه إيش اسمه Lightning وهذا الأهم اللي هو USB C هذا بتشبكه بس بتليفونك بس كده بس كده سلام عليكم تمام وبتطلع المايك طلعوا المايك بس شوفوا لي المايك ما أصغره هذا هو المايك هذا خلاص بيشبك وبيشتغل بصير يسجل السلام عليكم السلام وكيف الحارش وأخباركم إن شاء الله بخير كيف الصحة إن شاء الله بخير السلام عليكم السلام وكيف الحارش وأخباركم إن شاء الله بخير كيف الصحة إن شاء الله بخير الصوت ممتاز جدا بس أنا شبكته بالآيفون تبعي بتقدر تشبك بأي جهاز وبتركبه هون طبعا مع كل الأكسيسفورات اللي بتقدر تثبته هون ما رح يبين يا اخوان حتى لو حطته جوه البلوزة صغير جدا اهم اشي المايك يكون لفوق عشان يسجل بس هيك فهذا المايكروفون انا بالنسبة لي رهيب طلع العلبة قديش شوف قديش العلبة وبتشحن يو اس بي تايب سي بيرفكت وسعره اه صحيح نسيت تحكي السعر سعر هذا الجهاز 2800 درهم 2800 درهم يعني قريب 550 دينار اردني يعني قريب 800 دولار 800 دولار والله كثير بس ايك سعره اما هذا المايكروفون 615 درهم يعني 120 دينار 120 دينار اردني يعني حوالي اقل من 200 دولار يستحق هذا يعني كل دولار بتحطه فهيصار عنا شغلتين الشغل الاخيرة الشغل الاخيرة للسفر هاي اتوقع رح تعجبكم اقولكم عنها بس سنة شوي هاي هي طلعوا هتقول لي ايش هاضي يا سوزار بتحطه هون خلصنا صح تمام بتجيب الايفون طبعك او اي مثلا تليفون اي تليفون عنده المعك سيف شايفين هلا انا بقدر مثلا اشغل الكاميرا مثلا هذا حاليا انا بصور فيديو بالبساطة هيك ايدي فري يعني حرة وبصور مش خايف بحكي لكم هيك وهيك لا 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 عملي جدا بالذات للي بسافر يعمل ويصور ويغطي مؤتمرات واجهزة لانه انت خلص فري او بتصور وانت بتسوق فهذي خيار وقدش حقها 129 درهم يعني اقل من 25 دينار يعني 40 دولار نحكي 40 دولار نحكي هيك فبصراحة هذول الثلاث شغلات البسيطات يستحقوا انك تشتريهم انا اعتقد انهم رائعين جدا او طيف كان كسرنا الايفون ان شاء الله ما نكسر فهيك انا حبيت احكي لكم عن بعض التجارب اللي عندي خلنا فكها بس هاي اوكي شغلكم بهاي الاجهزة هل مفكرين تشتروا زي هيك اجهزة احكولي يعطيكم الف عافية بشوفكم بفيديو قادم الى اللقاء